أهلاً بكم الأحروف تسيها يعني خ تقدرون تحكوين بلا صعوبة لما إجوا وراء الأ أو والأو لأنوا تعرفوا من العربي مثل بالكلمة أخبار وبالألماني مثلا بس لما التسيها تكون مكتوبة بالبداية الكلمة وبعد هالأحروف بالعربي ما في هالصوت الش بس تقدرون تتعلموا بلا صعوبة مثلا احكو الكلمة سيارة وهلا جربوا تقولون سيجارة وبعدين سيشارة إذا تقدرون تلفظون سيشارة كتير كويس لأنه هاد الش وتجربوا مثل بالفيديو ما في كتير صعوبة ولا وهلا تقدرون تشوفون إذا تقدرون تلفظون هالكلمات التالية الصح وإذا تعرفون أين سيها لازم تلفظ بأين كلمة بعد 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 هم سيش من أجدك مح 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 كتير سهل ولا؟ أوكي مع السلامة وإلى مرة الجاي وإلى مرة الجاي